في تجربة مختلفة بيقدمها المعرض المصري الإيطالي واللي بيتم تنفيذه بالمنظور الرقمي من خلال نظارات الـ VR المعرض بيستهدف أنه ينزل الزائر من على أرض مكتبة الإسكندرية عشان يشوف أشهر المعالم السياحية والأتارية بقى في إيطاليا وكمان أشهر معالم مصر يعني باختصار كده نقدر نقول لنا التطبيق بيقدم تجربة فريدة من خلال التفاعل خلال الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد هذا اللي بيساعد الزائرين على إجراء جولة سياحية افتراضية في القاهرة والاسكندرية والمناطق السياحية المصرية وفي نفس الوقت التطبيق ده بيسمح ليهم بالقيام بجولة افتراضية أيضا ممثلة في المدن الإيطالية التراثية جولات بصرية ينظمها متحف الأثار بمكتبة الإسكندرية من خلال معرض رقمي يركز على التراث الثقافي المصري والإيطالي حيث يشمل المعرض تطبيقا تفاعليا في الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد حول التراث المشترك بين البلدين يستمتع من خلاله الزائرون بمدينة القاهرة ومناطقها السياحية كما يستمتع بجولة افتراضية مماثلة في المدن الإيطالية بالإضافة إلى مشاهدة مجموعة فريدة من الصور للقاهرة وروما وفلورنسا والبندقية وغيرها من المدن الأثرية والتراثية فكرة المعرض تعتمد على نظارات رقمية بتقنية الـ VR يستطيع الزائر أن يتنقل من على أرض الإسكندرية ليشاهد أشهر المعالم السياحية والأثرية في إيطاليا وعلى التوازي تستطيع أن تأخذ جولة سياحية بداخل مجموعة من متاحف مكتبة الإسكندرية العامة منها متحف السادات والمخطوطات ومتحف الفنان العالمي شادي عبد السلام كما يستطيع بواسطة هذه التقنية القيام بجولة افتراضية للاستمتاع بأجواء نهر النيل والتجول حول الأهرامات بواسطة الجمل يساهم المعرض في مساعدة المواطنين على استكشاف تاريخ المدن والتعرف عليه بواسطة التقدم التقني كما أنه يستهدف تحسين صورة مصر حول العالم مما يساهم في دعم السياحة وفرص العمل في هذا القطع